طيب إزاي العند بيولد الكفر إن الإنسان ما بياخدش باله إنه هو بيعانت هو دايما إن الجيش طان بيوسوس له إنه أنت صح إنه أنت مش غلطان فهو بيستمر هو غلطان هو لو قاعد مع نفسه بالراحة كده ويستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقاعد يدرس الموضوع بالراحة كده حيعرف إنه هو غلط في هذه المسألة وما فيش مشكلة إنه لو غلط إن أنا أعتذر أو حتى مش عايز أعتذر إن أنا ما استمرش في هذا الاتجاه وفي هذا العند علشان ما يقلبش إلى مشكلة أكبر وإلى إحساس من الطرف الآخر بأن أنت عمرك ما هتعترف بالحق وعمرك ما هتعترف أن أنت غلطان يبقى رقم واحد إن الإنسان يعرف أن الاعتراف بالحق فضيلة ويعرف إن العند زي ما بنقول كده قد يصل بالإنسان إلى أنه ساعات الإنسان ساعات الغضب ده سيدنا موسى عليه السلام اللي هو نبي ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه لأن الغضب بيحول الإنسان إلى مرحلة ممكن في لحظة كده ينسى أوامر الله سبحانه وتعالى فعشان كده يقولك العند يولد الكفر ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه مع أنه ده نبي وما ارتكبش معصية لكن الشيطان يحاول دائما أنه يتسرب إلى قلب الإنسان فأول حاجة يعملها الإنسان الرجوع إلى الحق فضيلة إن يعرف إن العلاقة اللي بين الزوج وزوجته هي إيه؟ وجعل بينكم مودة ورحمة